السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلى الله عليه وسلم على سبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. هذا واحد السيد كان اسمه سيد. في عمره واحده 60 عام. كان حادر من دينة آسفي. هذا الرجل كان لديه واحد دار في واحد الحي من تحت الفوق كامله ديالله. عنده طاومي ديالله. عنده محال ديالباء العقاقير. يعني دروغري. هذا المحال ما عندوش تحت من الدار ديالله. وانما عنده في وصل المدينة. ودياله طبيل الحال. يعني هذا الرجل ما يوصل لكم انه ما يصور الحال. مش شو واحد لي ما عندوش. مخصص تشي حاجة. كان مزوج بواحد المرأة. وثوفات ليه. وفا الأجل المحتوم. ومخلات لي له ولا بنت. هو ما او لا هي او لا هو. المهم ما يوالوش. ولكنه كان راضي بالوضع هذا. وبقى عيش مع مرأته. والي احتوى فعل أجل محتوم. عنده السيد هذا. هو عنده الفلوس ما خصو تشي حاجة. وصل وحد السن. يعني يعني خصو لي قابله. عنده خصو الشي مرأة. انها تقابله جلدار. تجم ماه. يعني تسمبيه. شو الشؤون دياله. تطبل ليه. طيب ليه. المهم تسمبيه. هذا هو كان عارف القادية. ولكنه لا يزاعم. لا يقلب. مهم. لا يسمي بالعمر. يقول هذا هو بسلطة السن. هذا كل ما سيجي عندي. مهم بحل ما كان. هذه الناس أصدقاء عليهم. قد تعرفوا ليه. أنه تزوج واحد السيدة. السيدة بنت الدرب لكي تكون فيه بنيت. وكيعرفها هو. اسم دياله كريمة. وفي عمرها ستوتلاتي نعم. هذا كريمة إنسانة مطلقة. وفي عمرها. وفي عمرها. وفي عمرها. عيشها مع دارهم حاليا. دارهم فقارة. ما عندهم. الله يعلم. وهي. تتخرج. تتقلب الخدمة. تتخدم في الوزين. تتخدم في المخبازات. تتخدم في المعمال. يومي أشهر قليلة. وكتخرج. المهم الله قال ما عندهم. هنه هو من اللي عرضوا عليها الفكرة هذه. قال لي مودية كريمة. كنا عرفها إنسانا. من يقول له كل شيء. ولكن ما نقول لكم. محاشي جويل. قال لي صافي غير. عطينا الأوكي. ونحن قد يمشيو عند دارهم ونعلمهم. صافي مشاو. مشاو عند والديها. والديها في صراحة عجباتهم فكرة. كعرفه السيد سيد هاجم زيان. إنسان متاقي. بخيره. من خاصة الشعاجة. وإنسان صافي عقاب الطريق. وبعقله. عندما عرضوا على كريمة الفكرة. كريمة في الأول مهم حاولت أن تقول له من الله. ولكن بقيت تخمم. بقيت تتفكر مزيان. عرفات بأن الزواج هو الحل الوحيد. السيد من خاصة شي خير. عنده كل شيء متوفر. وراجل كبير بعقله. ما قد يشي كرفضها. ما قد يشي نفاق. ما قد يشي اعتليلها. صافي وافقت. سعيد زوج بالكريمة. وده لداره. وده لدارها. من العنب الراحة. في الأول. وده لكاتب بالليل. ويجمع معها. وده لكي تنظف حالته. كان غير يهمل راسه. وده لكي لبس بزيان. أو نهار الجمعة. وده لكي يسد المحل. وده لكي يخدمش. أو إنسان. من حاله. أو هأ. هو ولهي. وده لكي يرجعه في هذه الحالة. لا يريد أي شيء. أولا يجي يتغذر في الدار. يجي يتغذر في الدار. يصد المحل. ويجي يتغذر في الدار. المهم كمشي الخدمة تقريبا مع جوه هذيك هذيك تسعود بحلب عكاك تمنية ونصف كمشي للخدمة كي يجي تغدى كي يرجع وثاني معجوش للعمل عوثاني لحتال سبعة تمنية تسعود إذا تعطل الحساب بوقت كديره هذي كي يجي الضهر كي يتم معا كانت مزيان الأشهر الأولانية والعام اللول كامل كيف تشعر الولي دي هاي يديه هوا يجيبها المهم كل شيء الأخير أو بخير واحد نهار من نهارات هذيك تسعود سيأتي مع جوه هذيك هذيك الجوج بحلب المكاك بتاع النهار سيأتي تعطل شوية في الخدمة وجه شوية معطل الأغضاء سيأتي مع جوه هذيك الجوج جوج للارو بحلب المكاك كي صوني مهال فليه أنه كي صوني وخا عنده سير وكي صوني كسبسح لهيه مزيان كي صوني ودق دق قبيل الدول وقال ممكن شفين المشاة المراهدية لا تكون مسخرة المهم يجب تسعود وطلع طلع المحل طلع المحل وكي سوى كريمة كعيطة كريمة كريمة لماذا؟ قد تتحول الناس لكي تحول المرحب تحاول الناس وكي تحاول الناس وكي تحاول استفسره ولكن تتشف أنها ميتة السيدة متوفية تتحولها تصدد برأسه لكي يدير كريمة وما لسيدة لم تكتش حاجة خرج خرج براء مهم قال لشي ناس يعني صحابو المعارف ديالو جاوا الناس تلموا عليه مهم تعرفات القاري في الدرس المعيه مرات سعيد كالي مع توفات بدأ الناس كي عزيو فيه وكادا شي وحدي مشاوا علمو البلدية جاوا الطبيب الطبيب ديال البلدية خاصوا يعين السيدة هؤلاء هذك السيد اللي هو توفى ويكسب ليهم واقع تعدد فين باش كمشيوا يدفنوها يديروا اجراءات ديالو ويدفنوها جاوا الطبيب وفي انتظار ذلك الناس تعرفات القادية جاوا وليدها جاوا كي يجريوا بما كيتغوت خواتاتها كذا 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 مهم شافوها كي تطلع لها يعني عاكم عارفين الأجواء هذه ابنان كعزي فيها ذاك الراجل وعزي في وليديها لأنه معروف انتما أولاد منطقة وحدة سافي جاوا الطبيب جاوا الطبيب طوام بيته دخل السلام عليكم السلام دخلوا البيت عينها خرج في نهاية ورقة ديال الدفين السيطريب قال لي ما سمحوا لي ما أعطاها لكم أنا شاك في الوفاة ديالو لحسي يشوف الطبيب الشرعي عاد غادي نشوف واشنوكينه هو يقدر يعطيكم الدفين ديالو ما يمكنش ناس عيد داع فيه ودعوا في عائلتها وكاعدها وكيفاش ولمرحصة ندفنوها وشي ده ماشي معقول مرتبات قال لي ما أنا خليل مسؤولي ديالي يا سيدي أنا غادي ماشي نعلم البوليس والطبيب الشرعي والخاص يدخل الخط ومشى ركب العطاء ومبيلته ومشى الدائرة الامنية ديالو ماشي عال البوليس علمهم قال لي ما أريد ديالو حالة عائلتها وانشكر أمر ديالو خاص الطبيب الشرعي يشوفها فين كينات الحالة هذه البلاثة المهملانية علموا النياب العامة عطاعتهم الأوقي باش انتاقله جاءت الشرطة القضائية جاءت فرقة مسرح الجانيمة يعني بشوفها جينائية وراها مسرح الجانيمة ما ما في الشك هنا يعني دوكي عين ولكن دهر عمراحة كانت وروينة وداخل الخارج قال لي هو له مهم بولي يتخرجون الناس هزوا السيدة دول المستوداء البلد الأموات طبيب الشرعي اللي حتى غادي يقول الكلمة ديالو عاد غادي نشوفه أشنو كين ضدوء ديال التقرير ديالو الشرطة القضائية بقيت تحقق مع راشل شنو قلت لي قلت لي ودي يعني الشرطة القضائية تهدرها مع مسعيل قال لي قولين هذا النهار هذا كيفاش كالبلان ديالك التعامل يعني البرنامج ديالك ديال النار وش خليتيها كالدور قلت لك مش حاجة كالتعاني مش حاجة شنو شنو واقع بالضبط قال لي مسعيدي أمور عادية كيمة ديمة فقط صباح فطار تنويها خرج مع جواه السبعة بحال ماكاك خرج من المحال مشيت فتحت المحال قلت لي يا فقيقة قلت لي غادي نوجد لك الغداء شنو نديل لك شنو نديل لك صافي قلت لي هذا الشيء اللي درسي يبقى ما أنا مشيت إنها مكتب العامل ديالي اللي حتى وصلت تقريب من ججلارو بحال ماكاك عدت فكت راسي صديت المحال وجيت جيت كان دق ما جوابني تشو واحد من بعد ما فتحت المحال لقيتها متوفية هذا الشيء اللي كيين وعيطت الطبيب اللي هو اللي يعلمكم هذا الشيء اللي كيين مزيان هنا سولوا هنا سولوا هنا سولوا هنا أولو بتواحد ما شابشي حاجة أو لا هجم على المرصفة لها أو لشي حاجة أولو إنها أمور عادية مزيان هنا أبقى سعيد كيتسنى التقرير تعطوي الشرعي كل شي كيتسنى فيه لقد خرجت تقرير تعطوي الشرعي كيف نقلم؟ أولا السيدة هذي راحة ميتة مكتولة يعني شي موشة طبيعية السيدة مكتبت بشي حاجة وإنما السيدة تقتلات شي واحد خنقها بقوة ويناسة اللي يحتاج صفاها لها ومعي شي قتلت السيد الطبيب اللي ولد في سولوا الطبيب نقلم ما شو نقول لكم مجوي هذيك سعود العشرة هذا هو الزامن تقريبي ويتها الوفاة ذي علىها مزين فيها شي اعتداء أو ليش حاجة لا ما قلناها همرة للا اعتداء ليش حاجة يعني السيدة صفحين عليها صفحين يا سيدة قال ليش كاييني قولي وديرها التقرير تعطوي الشرعي خرج بأن السيدة يعني مراتك مقتولة شو واحد قتلها قال لي وما يمكن شو كادة وانا مراتي عزيزة عليها وما يدخلت شو واحد شكونا هذيكو نقتلها قال لي غا تكون حتى كيفش أنا لا يمكن شوكونا لا تتهموني بهذا قال لي قولينا ما بين تساوية العشرة في كتي قال لي مكتف المحل ديالي عندك لجي أكد الشي هذا قال لي ومشان أقول لكم ما عالي سيش واحد أنا أخذها في المحل ديالي غير بوحدي ممكنش معديك لكاميرا لولم ما عندي لكاميرا لولم هذا الوقت هذا عام 2006 بحل ماكاك مزيئا احنا بقنا يتفكر ويقول لي اجيب هذا هنا واحد السيدة رجاء عندي حيث يوجد هذا المحل المحل ما يتقل من هذا السيدة اسمه اسماعيل 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 كان قريبا ٣٢ عام في المحل لكنه كان مصاحب مع الدروجلي ديال كان مصاحب معه وكان يدخله لديه المحل الداخل لأن اسماعيل كان حالفه تريسيان كان تريسيان وكان قدام السلام ويجمع معه ويجمع معه ويجمع معه. ويجمع معه. وقالوا ما يجعله في الثمانية والانسين. وبقى عندي. البوليس من لي وصلوا إلى تريسين اسماعيل. لكي أكد من الحضرة. هل سعيدة أولين فيها. قالوا لي. يجعلون لي. نهار بلان بلاني. في كتي. ما بين تمانية والعشرين. قالوا لي. وين نكون. صاحب سعيد. كنت معها في المحل ريحنا ويجبنا مجمعين وهو يتسخر كل يوم وانا مجمم معه عادي لانه ذلك النهار لم يكن غداب وكديس من الماء وريحت معه لانه بعد مراتك الريح ماء يجيب الى تيسير فشي بريكول كيش واحد يسوي شي تريسيان او شي واحد يبغي شي بلاو بي لانه كيف نفعل كل شي تسيد هذا كان مشي هذك الساعة كان مشي نختب كيكون مزيان لي القاعدية اريحت ما جيش عنده مع جوائدك 8-8 واروة بحلمكاك وما خرج من عنده لحسات قريبا هذك 11 بحلمكاك صغير قتلي اللايه اللايه ومشيت في حالتي مزيان دابا مرات الشهادة للتسماعيل هذا تبين البوليس وتبين الشرط القضائية بانه تسيد خيارج اطار الشبهات يعني ماشي هو مزيان دابا ملي ماشي التاق السيد تريس فيت هذا مراتك شكوه في نظارك غادي يكون يكون صفا عليها واش هي عنده عدة وماشي الواحد واش تملي تزوجي بها كانت عنده علاقة ماشي واحد كان خاطة ماشي واحد طاليخ ديالا كان كيجادها يحددها هي عمرها قالت لك شي حاجة يليم ابدا ولكي انا كنشكر طاليخ ديالا قدر يكون موصفا عليها قدر يكون موهم ما بغانيش عن نزوج بيها الله اعلم هذا احتيمال امشاو البوليس كي بحثوا للطاليخ ديالا طاليخ ديالا اولا كما قلنا في هذا العام ديال افينوستا هذه الساعة كانوا الناس باقين كيمشيوا ليبيا ساعدة بور باقين كيمشيوا ولكن هذه الساعة الكتر المهم امشاو عند والدي الطاليخ هذا من بعد ما عرفوا عنوان ديالو قال لي ما بدي فلان يعني هذا السي محمد من اللي طلق كريمة هذه الساعة هاجر ليبيا تقريبا مراها غير بشي اشهرية قليلة نوالما طلقها امشا ومن ثم ما بقي مجيش ممكن لكم تأكدوا فعلا ان يتأكدوا تأكدوا البوليس بأن السيد مهاجر ليبيا وبقي حاليا مداخش ارض الوطن هنا البوليس احتروا الصراحة لان لان الدار ارمام صوقها مواقع لا تشي حاجة او مواقع لا تشي دالي او لآطر او لبصمة او لشي حاجة يعني السيدة مقتولة في وسط الدار ديالها هكاك علاش الله اعلم نقول واسيدي واحد جاهجة ملافغية في زوج ديالها وقسلها وسرق الدار ولكن الدار مصروقها دهب ديالها كين فلوسها كينها كل شي كين هي مقتولة في بيت نعز ديالها الاعقلة ولا اكثر الدار كيقول هو مو الدار يعني راجلها سعيد بانه افتح بساروت ايو هاد القاتل هذا مين دخل من سطح ما يمكنش عنده الباب دياله من جاهة السيد هذا لكن احتمال واحد هو ان هذا الراجل او لهذا الناس او لهذا القاتل او لهذا القاتل المحتمل هي اللي كانت مدخله يعني كان معهر في الدار ولكن شكونه هو مزيان هنا داروا واحد البحث محيطي داروا بحث محيطي يقلب ويسوله هنا 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 لاعود شي واحد شايف شي حاجة من الجيران من الاصديقاء من هنا من هنا اوله وتقول شي واحد شايف شي حاجة كل شي يقول بان هاد سعيد مع كلمة ناس مزيانين وكل شي يعني ممكن عارف علم الا الخير والاحسان هنا كيمشي عند واحد جار جار و جارة يعني رجل ومراته مجاورين البحر تعد كلمة مع سيد وكلمة ناس مزيانين فارق و مغير الحيطة نقول لكم هنا هاد المرة مع راجلة ايش نقول البوليس قالوا ايش نرى مؤخرا دابت قريب محد شهور او خمش شهور اولين كنسمعه الغوات كيف يوجد الغوات وكي خاصم علىها وبال مرات كيمددوا علىها قعد يعني ايش هاب مرة كنسمع الغوات ديالها والصداع والدعجيج بحالكي تخاصمه وكي تضارب ولا شي حاجة ولكننا ما نقدروش نفرز ذو الهدرة دياله كيف يقوله بالضبط باش نعرفوا عليا ايش كانوا مخاصمين ممكن نسمعه الغوات والصداع وكذا 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 في غيب حال مهكة ما نسمعه الحضرة بالضبط ولكن السعير يقول بأنها علاقته مع الزوات دياله مزيانة مع مرة تخاصمها او لش حاجة ارجو عنده سوله واش انتع كتي مخاصلنا عمراتك كتي تكدربها تعنفها داتلكش حاجة شكيتي فيها قريب لا ابدا امراتي مزيانة عزيز علي الله يرحب مفاد ناراد الله يودي انا تبدلت من اللي جات داخلها الحياتي بحالة داتلي واحدة اضافة جديدة والتي تنقي والتي تكنكروش الوقت والتي حواجي مصابنين وللتانا يا عندي وحدة القيمة والشانف والشامع امراتي الله يرحب مفاد نارادا والله ياخد الحق هذا القتل حق وما يمكن شادي الناس هدو يكونوا كذبوا عليهم مثلا هجاروا جارة ولكن شنو الهدف ديالهم الله علم المهم قاوه في اجراء ذاك البحث المحيط يقلبوا 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 مشاو سولوه في العلاقات الماضية ديال هذي الكريمة طب يتحل لك الطالق دياله يقلبوا هجر ليبيا يقلبوا واحد واحد الناس ومشي واحد ما يجوج يعني بثافة الناس أكدوا بأن هذه الكريمة كان تعرفوا واحد السيد اسم دياله عزيز وفي عمره 39 عام بها الماكة كان تعرفت عزيز هذا قبل ما تزوج ما تسعيد يعني تعرفت مورما طلقت من طالق ديالها وشافهم الناس ما بضياتهم ما يمره ما يجوج هنا سؤولهم بولي ودار واحد البحث مصطفيد في القادية وواش بقعت العلاقة مستعمرة مع هذه الكريمة وورا ما تزوجت بالسيد او لا حبسات عن زواج السيد ولكن ما قدروا يعرفوا فعلا العلاقة بقعت مستعمرة المهمومة لها دور بأن هذه الكريمة كانت تشير مع واحد السيد هذه الكريمة هذه الكريمة تكون غير وراهم في الحياة ولكن لا يوجد أي خدمة لها صعب كل مرة لا يوجد شيء لا يوجد شيء يدخل على الرزق مزيان هنا يمشى عندها هذا عزيز هذا عزيز أجل عزيز قل لي قل لنا الشريف كتعرف كريمة لماذا سنة قل لنا قل لنا كريمة الله يودي مرات تسعيد تعرفها مزيان مالها قل لي البوليس لا تكرهها مقصولة قل لي لماذا سمعت هذه قل لي ماذا تقول لا أقول لكم الله يخبر الحق في هذه القسلة وانت علاقة كثيرا لا يوجد أي علاقة وانت مرامة مطلقات تخرج جوية ومشي مرامة مطلقات تخرج جوية ومشي 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 كينة هالهضرة هنا يبقى يدور عيني ويقول كينة صار رحنا يعان كين كان بغيها وكينة وكان تعجبني وكل شي مرات ولكن لهما يملك اعتقد أنه انتخذها زوجي ليا مشيط ومشي ولكن الأسف الشديد الأخرج وانتش انتخذها مواليا سيفاء انتخذها والنما انتخذها علي فكرا كان افكر بحصة كري او بحصة شري او بحصة وكين يدى والله غالب مهم انك تحتاجة جدا كسيلا ومخطبها خطبها والزوجات بي فارح يدى ومخطبني من سعيد فلان في لاني وكان العرف رجل على ما لابسك لا يوجد من احصول مشكلة لابدنا أخذك على المستقبل وكينما ما بعد لأكبر وانا أتبقيت تسنيفية ولادا لا يوجد اتمنى الى سيدي مهم سيدي والله وانه يهج يدى والله اهتبا väldigt savi قلبت عليها ولكنت بقيتك في شادة. لا سيد الله قلبت عليه بقيت شادة بداتا ولا صبرات الراجل. ما بينه وبينهاش. وانا الله يجب لي اشيء في الناس. مزيين. جيد جيدا بصدق فيك وامان فيك مرات الراجل. قول لنا قيدتك بشي وجود شادة. لا سيد الله رحل فيaby'ك وعلا بقيتك شون جيدة. قل لنا انهار وقل جريمة ما بين السعود العشرة الحل داشة شكوتي. كنت كنت أقلب خدمة هناك بلاسة تقول لنا في أحطاك السافية في مشيتها في مشيتها فين؟ تقول لنا نحن نبحث عن مراشية و في أكتباري سأثبت البرأة و قال لي المشكلة أنني كنت أقلب خدمة لم أكن تشوي أحد غريشة لأنني كنت أعطيت السافية والشعاجة الله ألا لأنني كنت أعطيت شركات كثيرا كنت أحضر مع هذا ومع هذا كان مقاعدة على النار كامل وأنا برأس لم يكن أحاق لها فين كنت هذه المشكلة هنا لم أكن أعطيت لي مشيشة غيائبة كثيرا هنا البوليس قال لي لنا لدينا لأنني تتعرف عن علاقة معها لم يكن أحضر لحظة و قال لي لا يوجد و لم يكن أعطيت في السيدة كانت تدخل لديه لديه هنا البوليس لم يكن أخبر سعيد رجل الضحية سولوه العزيز و كنت تعرف بأنه كان يمشي معها قبل أن نزوج بيتها قال لي لا أبدا أنا لم أكن أعطيت المعلومة و كنت أعرفها منزوج بكلمة لأن السيدة يمشي معها و مع المعقول لذلك سوف ندخل الخط لا سولو عائلة هي عائلة هي يعني أمها كانت خبارها و أبها ما كانت خبارها هنا يا صافي من بعد واحد تحقيقات لي ماراتونية عزيز ما قدرش يجيب لي مش حجز غياب قوية صافي حالوه البوليس على النياب العام لحالته بالدور على قعد التحقيق حالو الاعتقال الاحتياطي الاحتياط بين الاحتياط بين الاحتياط بين الاحتياط بين الاحتياط والإدانة والتحقيقات ما زال أخدام وباقي ما ما زال ما زال ما زال المهم ندخل عزيز هذا في الاعتقال الاحتياطي ونمشي لنهار وقوع الجريمة بالضبط في واحد الحي الخارجة المدينة كانت تسكن واحد البنت كانت مقطوع وكانت فيه شفارة وماذا هذه البنت كانت خارجة وكانت فلوسة وكانت خارجة كانت في عمارة تقريب 27 أو 28 نام هذا بحالته يجب أن تأخذ طاكسي وتمشي العمل لها لأنها تدوز من هذه الزناقية والطرقات وكذا وكانت تعرض لها لأنه تماما وكل ما يعرفها ليست لأنها كانت شفارة ولكن سوف ندرب لا يقرر في خارجة سوف تعرض لها ثلاثة شفارة ثلاثة كسكتات وقب وماذا يجب أن نحن المعالم وماذا يجب لها وماذا وماذا يجب بحاجة وماذا وماذا يجب لهم وماذا يجب وماذا وماذا يجب وماذا وماذا يجب يجب تصبح لهم وماذا يجب وماذا يجب 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 أن يقلب جنوية مع شفارة يقلب جنوية و يضربها بضحية يضربها واحد و أعطيتها لأنها في الأول لا تريد أن يعطيهم الساك هنا الوالدين تجزوها و أعطيها الكوميسارية كوميسارية تحقيق روتيني شحن مواحد زمن فاشة دقريسيتي شكاو لابتين و شكاو تعرفي شي واحد و شنو الدوليك و بعد ما قالت لي ما هو الدوليك و ما هو المواحد و ما كانوا هازين و ما هو المجموعة و ما هو جميع التفاصيل قالت لي مبدرعا و واقلة و أشك أنني أعرف شي واحد فيهم و هي لم أكدها و غير تشك قالت لي مواقلة فلان سامير و الدرب سامير كان عرفوها البوليس عند صوابق قضائيا داخل خارج الحبس و آخر شده يضربها واحدة أربعة سنين و أخرج و لكن المرة تقريبا واحدة و في عام دابت سنقرأ و لكنهم نقاش يشد و و مثل شكابيش و قالت لي مواقلة هو لأن هذوك لنا الذين أعرضوها كانوا يومون كاسكتات و قب عندما يومون و يومون و أولئة و درجنا له المعالي و هي لم أعدها شكيت فيه لا يجب أن تأكد منه لأن هذين يمكن ما يكون لديون غير تشاهد أو الحي أو دايزه أو غادي أو نصافي قالت مواقعة هو انا واقعي له هو كنقول هو مئة في المئة. مهم شدات في اليار الصح. صاف ان البوليس اللي هي السيدة الضحية كدول باندار سامير معهم. يعني سامير غضي يجيب لهم هذو قشل الاخرين. امشاوا انتاقلوا معه. انتاقلوا معه. في البلاسة. لان هاي دقريسات مع جوهي تسعود الأعروب. تمنية وناص بحل مكاك. تسعود بحل مكاك. ما جات فين ندير ديكراراسيو من بعد ما مشادي شارط قبيع. لديك الدربة اللي فيها ووجات. يعني كانت تقريبا جوهي تسعود الوحيدة. انتاقلوا مع البوليس تقريبا مع جوهي. الوحيدة وناص بحل مكاك. انا جاءوا. انا جاءوا للدارة السامير. انا جاءوا للدارة السامير. سلام عليكم ومكسلم. كان سامير هنا. لا سيد الله. فيه مشا. سافر. فيه سافر. سافر المدينة الفلانية. مش يخدم. عايط ليشي واحد صاحب وثمانية. مش يخدم. ومعي سافر. غير صباح هذا. غير صباح مليش تقريبا. وش هنقول لكم. وقت تقريبا هو راح خرج الصباح. راح خرج معنا جوهي التمنية. ولكن ينقل لنا. قد نمشي نشوف القهواله. انا افطار وش حاجة. انا اخرج بالفطار. لا يعرفوش يمشى بالضبط. هذا بوك يدر. لا يعرفوش يمشى. رموه موه اليوم. سافر. الساكو. ومشى. ما يمشي. وخرج مع التمنية. والسيدة تقول بانه. ورا كلم مع وحدة الشباب. يعني. قرسوها. وش مأكده بانه سامير. الله يود ديراني مأكده. بانه. وليك تحلف بانه. راهو. وهو بوك يقول ليمو الديران سافر. وهو ما كانش. عيو مقلبه هنا 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 هنا. سوله سمى الأصدقاء ديه. وسمى الكامل رمهان. البوليس. قيلوا ليمو الديران سافر. نيش. هو كان عالمهم. عالم أصدقاء ديه. وعالم الفامي اللي ديه. وانه سافر. مهم في نهاية المنظاف. داروا في حق واحد المذكرة سافر. فبقى البحث جاري على هذا سامير. سافر الاخرين. هم تتعرفونش. وبالتالي ما قرروا شيء وصولهم من البوليس. سافر مرة ومرة شيء قريساش اخر. وعيطالها تعرف لهم. سافر الان البوليس قيلوا شوفين. سافر الان. سافر الان. وانت لابل جاء الدرب الحاشاء. سافر علينا. هذه هي غدوز شهر. عليها الجاريمة على القريساش. التي تعرضت لها البنت. وشهر بطعب الحال على الجاريمة القتل. لدينا. وحد نهار. هذه البنت جاءت لأبوها. جاء الكوميسارية. وعلموا البوليس بأنه الولد السامير. الذي تقلب عليه. راجع. راجع عند والدي. سافر الان البوليس طار وشدوه. لا أفهمها. لماذا ديني. لماذا؟ لم أكن هنا. لم أكن هنا. انا كتب في المدينة في المدينة. قال لي البوليس شوف. نحن عارفين كتب في المدينة في المدينة. لكن لديكم شكاية. لديك لاريا بكم. لديك لأني تعرضت لها نهار فلاني. كذا. أقل يوم هذا نهار هذا سافرت فيه. لنعلم الشيطان. لا كنت. المهم. سوف نجيبها. سوف نواجهوك معها. المهم ان تخصك الجبلنا. لماذا نجيبها مع معها؟ لقد بدأت من حالي. من فترة. من خرجت أخر مرة من الحبس. وعمل ، كان لديك شفر. خاصة على كل 것ين. فأنا Bonnett الدرباني wasn't going to run. يضة لديك شفرها. جاءت البنت. حيث عن أن ابنت تنظره. قلت ليه سيكون غير هو. أهه هو. نرى مجد قب و قاسكيطاء. نرى مجدرق وما قادرشة. اكيد حرر صحابه لان صحابه لم يضربه هو ما دارتت لشيئه هو سيدي هو هو غاد يجيب صحابه لـ . وهنا يبقى يحليف اليوم يقولي ما بديراني مشي انا انا قلت بدينا لبنت مواله ما استريت لها مواله ما بيني وبينيهاش انا بطلت وطبت ومقشحكي نشفر وقالوا طارت معزق وقالوا انت لشفرتي قال ابنت تكتب عليك ما ليناش انا قللي ما بدي انا رأيك ثنهارا سافرت لم يكن سافرتي أخبرت المنظار في السبعونس في المكاك ومشيت القهوة الحي وميحت فيها قدامي تقريبا الحضارة في المكاك ومشيت المحطة ومشيت الكار يعني إذا بقيت فهم البوليس من خلال حضره كان في القهوة يجب لنا شيء دليل في القهوة قلت لهم أجيبكم الدليل قلت في مرح ما يحدث صاحب صاحبك؟ ماذا أصبح هذا؟ هذا إسماعيل على ما أصبح أصبح يحبه أنا أصبح 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 صاحبك قال لي أنه كان صاحبك جيت وشاهده في القهوة يدفع قهوة أمجز أخبره أصبح أين سوف؟ أين سأصبح أخبره؟ أعطيهما أمجزهم قلت له يسخروا و قلت مريح معه ماذا لقيته مريحين؟ تقريبا نارية تقريبا الاعتناد الاعتناد مع جوي 11 في الماكاك او قبل 11 يارت بلين كان قال لي خاص يمشي نشد الكار مع جوي 10 وصف الماكاك و انا مشيت معاني تمشيت معه و افصلته للمحطة مزيان انا اشنو هذا يوقع انا واحد من هادوك الناس او لا هادوك البوليس لان الشرطة القضائية كين مواهم علوم فيها عناصر و فيها فرقة مكافحة العصابات و فرقة امنية كلها فرقة و باش مكلفة واحد عنصره من العناصر اللي كان خدام في الجريمة دي القتل دي الكريمة كان مع هاد الفرقة مكافحة العصابات دي الصريقات جو كدعا كدعا كدعزيز عقلة اسماعيل لانه هو اسماعيل نفسه الشخص اللي شهد السي سعيد بانه كان معه في الدروب كان مريح معه هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. لأنها عاصر هاتفة أجدها لأنها كبينة و الروح عزيزة عن الله حينها هاداك العنصر قمي يشوفون بأنه انه كان محد محد سامير وبالعكس سامير جاب واحد خرقاء كان صاحبه غير صاحبه ورأيه غير خمسة دقيقة وناد بشف حالته جابه اكل هادراء قال لي موضي انا جيت لقيت هاد اسماعيل مع هاد سامير مرايحين قلت لي فين غريش تكهز الصاك ديالك جمعت معا شوية غير واحد عشرة دقيقة لليس حاجة ونادت اخليته مجوج يعني هاد اسماعيل كان في القهوه هادك النهار وبالتالي كسامير صاحبه هادرته صحيحة ماشي هو الغريشاق لان الغريشاق وقع مجويه تسعود وهو من سبعة ونص تل العشرة ونص هو كان غير القهوه مع هادك اسماعيل ولكن علاج تلك النهار اشهدت لينا بانك اكتب مع السي سعيد هاد شي اللي غادي يجاوب ليه من اللي هادك العنصر الامني غادي يقولها لاب بيجي ها يقول لي موضي هاد اسماعيل هادا هره هو لي شهد لينا هادك النهار هادك الجريمة لدي القتل لاب بيجي من خلال الخبار يعني الفرقة اللي كانت بكلفة بادك الميلف جاءوا اعتقلوا هاد سماعيل اكدوا مع هادراء قدروا ليه وشتهفة اللي نتكتين مع سامير وقالوا اه قدت معه يعني البنت كتابة البنت كتابة شوفها تشابه ليه مع شو واحد ليش عاجها بس كتابة صغير تشابه ليه وصافي كان دائر قب وكاسكيطة وكذا كذا تشابه ليه نفس الطول نفس البنية نفس كذا مزيان ولكن كلنا في نفس الوقت كتي مع سي سعيد نهار في الدروغري ها كيفاش ها بقى كي يدور في عينيه بقى كي يشوه مفهم والو صافي تلف ها سعيد تلف اه سعيد تلف او ما يشدوا لي بعنقه وقالوا يجلج بعدها تلك نقلبوه تلك النهار شهدتي لينا بانا فكتي مسعيد دروغلي في المحال دياله جيتي عنده على حساب الحاضر ديالك ها وكل شي مثوث في محالي رسميه جيتي عنده ما جويه تمانية ونصف وبقيت معه جمعتوه عمعتوه براتي اعتاوه مخرج شينا عنده لحتال 11 عشر ونصف مار شنو وهذا في ناس الوقت لتا فيك دوبليكيتو اللي شنوه 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 شنو واقع لك ها كيدلو منك سين سيخ قلنا اشنو واقع بالضبط عنده تعرفناك بانا كيكتي مسامي فوقها ما كتيش مع سعيد صاحبك في المحال دروغلي ديال اعتارف هنا هو يدور في عيني هو اعتارف اشنو اقلم اقلم اشنو اقول لكم هو اصلا هاد سماعي هذا مادريسيان مواله اه كيف فهم ليها يقدم مره مرة وكي عارف هاد الدروغلي في الانيس كيمشي يديلي شي بريكولات اول شي حاجه ولكين سوقه خاوي واشنو شفائي فاير وطمائي مياه و اقول لي ما انا اقول لكم اه اطمعه وصافي واشي اللي بقعه اجي عندي هادك سيد ما عارسوا من يخرج ليه اجي عندي هادك النهار مع جوي هادك الوحده بحلمه كيك اجي عندي اجي عندي الدار لانه يعرف الدار دياله اجي عندي وقل لي ربيتك واحد الافار قلت لي اما هو قل لي غري ندور معك ان اعطيك واحد فلوس صحيحة اعطاني واحد المبلغ المالي محترم مقابل انه اي لجوا عندك الهبوليس وسؤولوك هادك النهار في كنتي قول لي يوم كتي معي في المحال ما بل وقيتك هذا تل وقيتك هذا وشد في الحضرق ديالك سافر غي يسولك غير السؤال واحد غد تتوقع على المحضر ديالك وغير تشي في حالاتك غير تشيلي كين سافر لقيته سهلة انا مهم اعطاني هادك المبلغ وقلت هادك شي اللي قال لي هو فقط شي حاجة خرق ديال القتل فاني ما اعرفهش انا ما سوقيش فيه وما اعرفت هشي حاجة اللي قال لي يا راني انقلت بيكو هادشي اللي كان مزيان يعني سيد مشاقف الزوار يعني سيد دلب وحي الشهدو ديال الزوار مزيان هو طعب الحرش دو البوليس مزيان سيد سيد اجا سيد اجا 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 انت قلت لهذا الشي هذا المزور ديالك اشي يقول لي اياك يقول لي لا ولك السيد صاحبي وكعمر معي وكذا كذا واجه قول لي اجبت لنا او يقول لي يا سيد ايه ولا يقال لي ايش نقول انا ما كنت معاه موله انا ما عارفوش لفين مشارفين نجالة لا تشي حاجة اهنا السيد سيد زير اهنا السيد سيد بقى يدور عيني او يعترف صعب يخرج لها نشان وصعب قل لي وانا قتلتها لماذا قتلتها اشنو تدافع لجريمة اديرك السيدة هذه هاد كريمة كما قلنا كانت تعرف هادك عزيز ولكن هادك عزيز حضرته صحيحة هو من الزوجات وذلك السيد بعد منها ولكن الحضرة كانت تدور في الدرب والحي ومرة مرة تخرج الكريمة بحانوت قصارية صويقة بشي حانوت ما تتقدى والشهاجة كتتلاقة معها كانت تسلم لي ولكن الخطأ اللي كانوا يديروا كانت تجمع خمسة طقائق كذلك كانت تساول ولكن هادك غالط عند الناس وعند المرة والناس الساكنة تعدد الحضرة دارت بان مرات سيد عندها علاقة مع عزيزة الرجل الكبير المهم من زوجة غير لود الفلوس ويكتشم على اخر حضرة هادك 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 قد احميل راسه قال انني اتكبرت اقدرت المصيبة راسي وعندت الشوحة وعندت الضحكة وعندت ان تأخذني واشيك هادك واذا هاد كد علي واذا تخرجي مع عزيز واذا يعتبر هذا المهم انا و أعتقد انها مرة تضربها لكنها معن inconvenient اسره هذه قدت إلى والديها وما تقول لي ملو ترعبه ومن ثم عازل لماذا كنت تسكت؟ الجيلان كنت تسمى هذه الغوات المهم أن تغوث على هذه المعروسية أو المشكاك وكشك بزيار وصافي وكتبع فراسه وكتبعه مرة مهجوش لا يجب عليك شيئا صافي فشي طلقة صافي شكيتي بزيار وطلقة طلقة على الهضراك الدور بزيار يجب عليك أن يكون يستخدم ويجب عليك أن يكون المشارف حسنا بعد الصباح نخرج من بعد المفتر نخرج الموال لأنها تجارة الناس توجد الفطر من السباحية تجارة الناس ويبقى لا تقريبا في ضربة واحدة ثم يكون يجب عليك أن يكون مالحة وتعود فلق وكتبع الناسة لقد دورنا هنا. و تفكر كيفة علمه! المتحدث عن فكرة عنه علمه! و لها مشاهدة حيث وصادق و كانت عليه استمر! و يتفكر أخيراً! و ترقل! و أعتقد أنه يتفكر! و يتفكر من سيد النهي! استيضاً! يتفكر أنه هناك معلومة و يتفكر الناس! و يتفكرم مباشرة! و يتفكره في الناس و رائعاً! و يتفكرًا! و يتفكر! لا يقلب لك إسماعيل لا يقلب لك إسماعيل لأنه عارف هو سيدة رجل كبير عارف أن البوليس يقلبه على البرنامج اليوم يتعدك النهار لكي يؤكد اليوم بأنه ليس هو الذي يتفعله إسماعيل أرشاه وقال لكي أرى أعطاه الفلوس وقال لكي أرى وقال لكي أرى وقال لكي أرى صاحبي إسماعي إساعد أفعل نيتو سبحانه إساعدنا قد يتلم لكي أرى لانه ماشي هو القتل هذه السيدة ومكان بينه وبينه تشي حاجه غير هادراك الدور مزيان هنا هاد اتماعي لادق شاهد الزور مشاق وحدة 4 سنين دي الحبس بينما هاد السيد هذا تحكم ب30 عام دي الحبس وهذا كسامي راسبتات البارع دي ربانه ورمشي هو ربما هادئك البنت غير تغيرت لها او ليس حاجة ومن بعد ربما شدوا هادوك المجرمين وتعرفات اللي هم هي هادئك البنت مزيان هنا هادية النهاية للحلقة دي ريدي اليوم كنتمنى انها تنال ريزة ديلكم والله ارحمة منكم والدين الحسن اصغار ومتابعة ودومتم اوفيق القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته